وإلى المحطة الأخيرة من جولتنا الإخبارية ومقاطعة جينسي والتي استضافت عددا من المرسلين الصحفيين حيث ألقت الضوء على المقصد السياحية والتاريخية الثقافية في هذه المقاطعة وفي هذا الإتار توجه مرسلنا إلى قرية يانفانغ التي يعود تاريخها إلى نحو التسعة قرون من الزمن تقع قرية يانفانغ المشهورة بتاريخها العريق وثقافته الأصيلة في مدينة جيان بمقاطعة جينسي ويعود تاريخها إلى نحو تسعة قرون من الزمن وتضم مائة واثنين من الدور السكنية التي يشيدت في أهد أسرتين مين و تشينغ الملكيتين التي حكمت الصين فضلا عن وجود عدد من مباني التاريخية المهمة مثل معبد الأسلاف والقوس التذكاري والمدارس وغيرها وتنتشر في القرية ومحيطها عداد كبيرة من إيجار الكافور المعمرة ومساتين برتقال وأحواض المياه القديمة لتجسد صورة تاريخية وثقافية مترابطة العناصر ويقطنها أكثر من مائة واربعين أسرة والوقوف على تاريخها التقين أحد المسؤولين عن إدارة العمل فيها في هذا الدار الذي يتضوع بشدة تاريخ الممتد لعدة قرون من الزمن التقين مالكه أحد القرويين وجل ما شد انتباهنا هذا السرور الخشبي المصنوع بحرفية عالية ونقوش رائعة يعلوها طلاء بلون الذهب وقال صاحب الدار أنه فخور بسريره هذا لأنه يعود إلى عهد أسرة تشينغ الملكية الحاكمة في الصين تم أبلاغنا عن طريق الصحف المحلية بضرورة الحفاظ على الموجودات التاريخية المهمة في قريتنا فما كان علينا إلا أن نولي اهتماما كبيرا لهذه القضية التي تتعلق بإرث البلاد وتاريخها يتصف البناء والعمران في هذه القرية بنوع من الخصوصية تميزها عن القرى التاريخية الأخرى المماثلة والمنتشرة في باقي مناطق الصين يعد أسلوب البناء في قرية يانفان فريدا جدا فهو مختلف عن طرز الدور المربعة في بكين كما يختلف أيضا عن طرز البناء في جنوب الصين حيث يتميز البناء في قريتنا بوجود الباحة في خارج المبنى وليس في وسطه نحن هنا حيث تجتمع الأصالة مع التاريخ والثقافة مع الفنون لتنسج ثوب قصة قرية قرية عمرها تسعة قرون من الزمن إنها قرية يانفانغ التاريخية التي عاصرت عهد سلالتين ملكيتين حكمت الصين في هذا المكان الذي يتضوع بعطر التاريخ لا يمكن لعينيك أن تخطئ مواطن الجمال وعوامل الأصالة تلك العوامل التي جعلت من هذه المدينة واحدا من أهم المواقع التاريخية والسياحية ليس على مستوى المقاطعة فحسب بل على مستوى عموم الصين باسم السام الرائي سي سي تي في العربية مقاطعة جانشي